كما هندسة ايران وارادة الميليشيات يسير مخطط التغيير الديمغرافي في العراق منطقة تلو الاخرى تتعرض للتهجير والسطو على الاراضي والعبث بتركيبتها السكانية واصبحت جرفة الصخر المثال المشهور عن التغيير الديمغرافي حتى صارت تذكر كلما ذكر مشروع طائفي وفي احدث نسخ الطائفية واخطارها يهدد المسؤول الامني لميليشي حزب الله ابو علي العسكري باستنساخ تجربة جرف الصخر في قضاء الطارمية في بغداد ولمخيسة في محافظة فيديالة وبالفعل اقر العسكري انه ابلغ اطرافا قريبة له بامكانية دراسة تعزيز امن المزارع القريبة الممتدة من الفرات الى بحيرة الرزازة وترتيب وضعها على المكشوف وبشكل علني يتقدم العسكري خطوة عن زملائه ويصرح بتهجير سكان الطارمية والامخيسة وليس هذا فقط بل تحويل المنطقتين الى مركز اعتقال وتجمع للميليشيات ومستودعات للأسلحة وربطهما مباشرة بالسيطرة الايرانية يظهر ذلك من كلامه عن استنساخ تجربة جرف الصخر التي اصبحت لا تختلف عن مدينة قم في ايران او الضحية الجنوبية في بيروت جرف الصخر بمثابة بوابة دخول لمناطق جنوب العراق اذ تفصل بين العاصمة بغداد وجنوب العراق وتمر من خلالها الطريق الرئيسة كما تتصل مع حدود محافظة الانبار غربي البلاد الطارمية كذلك مفتاح شمال العاصمة بغداد وسكة العبور الى شمال وشمال غربي العراق كما ان موقع المخيسة في ديالا يربط بغداد بشمال شرق العراق وفي حال نفذ مشروع التغيير الديمغرافي في المخيسة والطارمية كما الحال في جرف الصخر فان بغداد تصبح محاصرة بمثلة طائفي وذلك اخطر ما تقوم به ايران في العراق حيث ان اختيار مناطق بعينها لتغييرها ديمغرافيا ليس عملا اشوائيا وانما عملا ممنهجا له اهداف خطيرة اشتركوا في القناة